اهلا بحضراتكم من جديد الايلي بدأ التدريبات للتجهيز للفترة اللي جاية انتو عارفين هيينتظم الفريق باللعيبة المتاحة ما استسعى لعيبة أساسيين في المنتخبات المشاركة في الكأس الأمم الأفريقية لكن لفت نظري مجموعة حاجات بمناسبة هذا التدريب والحقيقة يعني لما يبقى المسألة غريبة لازم نقف عندها لقيت كابتن شوبير في يومين وراء بعض في الراديو الأهل بيستقنف تدريباته بدون مدرب أيها جماعة بجد بدون مدرب الأمر فعلا طرح يستاهل ان احنا نقف عنده الخواجة مسماني في بلده جاي بكرة وسامي أمصان في مهمة عمل خاصة خارج البلاد ازاي الأهل بيتدرب بدون مدرب يا باشوانس ما احنا بنتحرك كل حاجة أي؟ ارجع أي؟ لقرار الأجازة من الأول آه الفريق الأول في أجازة لحد يوم تماني يعني تماني يناير تماني يناير آه اللي راجعين من الإصابات وفي فطر التأهيل أي؟ الصاعدين اللي هم بيتجهزوا عشان الفريق الأول تجهيزات بدنية بدنية فقط آه والتدريبات كلها تدريبات فاش تاتك آه يعني مش تدريبات على أداء آه ما فيش تأسيمات دي كلها عبارة عن تجهيزات بدنية آه ومهارات آه واللعيبة اللي هي بقالها مدة ما لعبتش أي ومحتاجة تاخد جرعات تدريبية أكتر من المجموعة المنهكة المرهقة من تتالي المباريات آه فالدول ماربع تيام زيادة طيب لما المدير الفني بيسافر آه أو يكون كده بيحصل إيه بيحصل إيه بيبقى فيه برامج بيبقى يساب لهم برنامج تحت إشراف المدربين المختصين بهذا النوع من التدريبات أيوة فهو مش هو من غير موسيماني وسامي آه لكن مش من غير المختصين اللي عندهم برامج يعني النهارده كابتن وليد محتاج بقاله مدة محتاج جرعات إضافية فيه محمد محمود محمد محمود آه 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 محمود وحيد بقى له فترة كان في جيش اللي هي محتاجة زيادة بدني زيادة عن المجموعة التانية عشان ما ترجع تلحم مع المجموعة بقى التانية اللي هي رجلها في الملعب وفي الموتشاط يبقوا في تجانس بدني فهي مسألة يعني إنه هذه المجموعة يا جماعة عشان ما يتقلش اللي بيتدرب بدون مدرب لا بيتدرب تحت إشراف المعدين اللي خاصين بالتأهيل البدني ببرامج بمتفق عليه ولذلك حتى كانت الفقرات السابتة اللي هيهم بيدخلوا الجيم وبعد كده تدريبات الجري وبعد كده بيلعبوا شواء تنس مع بعض ده جزء من البرنامج البدني للتأهيل لزيادة جرعات بدنية معينة ورافق معدلات اللياق فما فيهاش لا تكتك ولا كورة ولا فنيات لأنه مش حقيقة يقع في السقطة دي يعني دي جهاز فني بهذا الشاك وكابت الساني الحفيز وفيه لجنة تخطيط ولجنة مش حيوعه في هذا الأمر طيب بكرة هذا المران أجازة بكرة راح يعني هم بيتمرنوا من يوم أربعة راح الجمعة والسبت يبدأوا مع كل الفريق مو سماني بقى يعني أنا في لقطة جاه فيها مساء حسام حسن هاي حسام حسن ناعده غضبان وما بيلعبش ومش عارف الرجل كان مصاب وراجع من الناقهين يعني يعني هي الناس اللي بتحب أنها تفسر الأمور بالطريقة اللي تحولها إلى خبر صاخب نرجع للخبر طيب أرجع لك الخبر الخواجة بيتس المو سماني جاي بكرة جاي بكرة اه وعشان يقود التدريبات ايه بقى اللي تقال على انه مو سماني شركة الكورة بتضغط عشان ما يجددش ايه طيب عرفوا ازاي يعني أنا عايزة أعرف أستاذ أستاذ ياسين مثلا أو الأستاذ عمرو شهين مدير التنفيذي تواصل مع فلان تحديدا وفلان وقال لهم خلي بالكوا احنا مش عايزينهم بنضغط ها هل ده كلام يخش عقل مين يعني انت الكلام ده من اللي أولى به مش إعلام النادي الآلي يعني يوم ما يكون دي حقيقة خروجها يتم ازاي مش من خلال إعلام النادي الآلي طيب بالنسبة لمصير موسيماني يا جماعة بوضوح مستر بيتسو موسيماني مستمر مع القالي لنهاية عقده لنهاية هذا الموسم وده تقلم الأول الأمر النظر في التجديد بإذن الله تعالى بعد المشاركة في كأس العالم للأندية دي مناسبة مهمة دي حدث مهمة دي مرحلة مهمة هل ممكن انت تاخد من انتباه بيتسو وهو داخل على هذا التحدي على ذلك الغير طبيعية ونقعد نتكلم قاعد ولا مش قاعد ويبقى ماشي وعاكس الراجل بينه وبين الإدارة والمجلس واللجنة يعني عايزة أقول ما نخلي كل واحد يعمل شغله يعني النادي الآلي عارف إمتى حيتكلم وحيتكلم يقول إيه وطبعا بيتسو موسيماني عنده تصورات حينقلها إمتى يحصل هذا الكلام من الجهات اللي حتتولى العملية دي في النادي الآلي لجنة التخطيط ولا شركة الكورة مع الكابتن مع موسيماني في وجود سيد يعني هذا كلام نسيبه للنادي الآلي هو عارف النادي الآلي حيعمله بالزبط زي فكرة علي معلوك علي معلوك علي معلوك طبو الموضوع طلع إنه خلصان طيب قول لي